اتهم رئيس روسي فلاديمير بوتين لولايات المتحك دول الاتحاد الأوروبي بسرقة احتياطات بلاده الدولية بوتين وفي كلمة نلقاها خلال اجتماع حكومي حول تدابير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأقاليم الروسية اعتبر ان تجميد الغرب احتياطات روسيا الدولية اخلال بالتزاماته تجاه موسكو وسرقة لاحتياطات الدولة قبل ان يؤكد ان روسيا ستحترم حقوق ملكية الشركات الاجنبية خلافا للغرب تقاعس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فعليا عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه روسيا حيث جمد احتياطتهم الدولية والان يعلم الجميع انه يمكن ببساطة سرقة احتياطة الدولة خلافا للغرب سنحترم حقوق ملكية الشركات الاجنبية ندرك الان من الذي خان شركاءه ولم يفي بالتزاماته تجاه الموظفين نقدر موقف الشركات الاجنبية التي تواصل العمل في روسيا رغم ضغوطات الولايات المتحدة واتباعها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر